نادي الزمالك بخصوص صفقاته الجديدة يعني بيتمسك جدا بضم محمد بسام حارس مرمى فريق طلاع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية وبسام من ناحيته أبدى رغبة في الانتقال لنادي الزمالك عشان يختتم مسيرته في الملاعب من موابة القلعة البيضاء أمير توفيق أمير مرتضى منصور عفوا المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك هيعقد جلسة مع مسؤولي نادي طلاع الجيش للتفاوض على ضم السلاسي محمد بسام وجنبه عمر السيسي ومصطفى الزنالي مش بس بسام هم عايزين التلات لعبين دول بعد الحصول على توقيع السلاسي على رغبة ارتداء قميس النادي الزمالك ثلاثة مضوا على رغبة مع نادي الزمالك للتواجب مع نادي الزمالك لحين موافقة نادي طلاع الجيش على انتقالهم للفريق رسميا هل يوافق طلاع الجيش؟ الله أعلم طلاع الجيش مع الكابتن طارق العشري ماشي بشكل مدهش بشكل رائع عشان كده أنا ما ظنش أن طارق العشري أو الكابتن طارق العشري هيستغنى عن أي لعب بسهولة وإن كان ممكن يستغنى ممكن بس مش بسهولة يعني فريق اللي بناها والفريق اللي بيشتغل معها والفريق اللي وصله الآن في المركز الرابع في الدوري الممتاز مش بسهولة من مكان إنه يستغنى عن مجموعة كبيرة من اللعبين ولكن هي مفاوضات ممكن تاخد من الزمالك لأيام وممكن تاخد من اللعبة تانية من الآية وممكن تاخد لعبة كبيرة تانية وتستغنى عن اللعبين اللي معاك وتاخد فيهم مقابل مد كبير كل ده هنشوفه في الأيام القليلة القادمة